أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نصرة إخبارية جديدة وهذه أبرز العنوين تفتيش أمتعة شخص بحفلة بمدخل أجدير ينتهي بصيد ثمين الرقم الأخضر يوطيح بعون سلطة متلبسا في قضية ارتشاء بفاس عودة الأمطار للمغرب ابتداء من الخميس المقبل ومسؤون بالأرصاد يوضح مدرية الأرصاد الجوية تكشف حقيقة عاصفة بحرية مرتقبة في المغرب ولن لتفاصيل لكن قبل البدء لا تنصود اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو تمكنت عناصر المصلحة الولائية للسرطة القضائية بمدينة أجدير بناء على معلومة دقيقة وفرتها مصالح المدرية العامة لمراقبة الترابة الوطنية مساء أمسا الاثنين تسعة عصر فبراير الجاري من توقف شخصين أحدهما قاصر وذلك للشبه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المؤثرة العقلية والمخدرات الصلبة وجرى توقيف المشتبه فيهما بمدخل مدينة أجدير مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة للنقل العمومي قادم من إحدى مدن شمال المملكة حيث أصفرت عملية التفتيش المنجزة داخل أمتعاتهما عن حجز أربعة ألاف قرص مخدر من نوع إكستازي علاوة على شحنة من مخدر الكوكاين وقد تم إخضاع المشتبه فيها البالغ لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النياب العامة المخصصة وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر أمارت النياب العامة بوضع عن سلطة بدرجة شيخ حضري ورهن تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معه في قضية اتهامه من قبل المتضرر بالابتزاز مقابل سماح له بتعليق لوحة لمحل يقدم دروس الدعم وحسب مصادر محلية الطرف المتضرر عمد إلى الاتصال بالرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة حيث وضعهم في الصورة بخصوص ما يعتبره ممارسات ابتزاز ظل يتعرض لها من قبل عون السلطة الذي يزاول في ملحقة الرياض بمنطقة سيس بفاس ونسقت نياب العام مع السلطة القضائية العملية وجرى توقيف عون السلطة بالقرب من منزله في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي محدد في 400 درهم عبارة عن رشوة وقال المتضرر للشرطة في معرض الاستماع إليها إن عون السلطة اشترط حصوله وبشكل مستمر على إتاوات مقابل سماح بتثبيت لوحة إشهارية لما حل مخصص لدروس الدعم قال الحسين يعابد رئيس مصلحة التواصل بالمدير العام للأرصد الجوية إن الحال الجوية لبلادنا ستعرف بعض التغيرات ابتداء من ليلة يوم الخميس المقبل حيث من المنتظر أن تشهد عودة الأمطار وأوضح يعابد في تصريح للوسيت أنفو أنه خلال يومي الخميس والجمعة ستكون هناك سحب التي من شأنها أن تعطي أمطارا في مناطق الريف وغرب الواجهة المتوسطية وبعض المناطق الشمالية والأطلس وأضاف المتحدث نفسه أن ارتفاع درجة الحرارة ستستمر خلال يومي الأربعاء والخميس في حين ستعرف الحالة الجوية تغييرا ابتداء من ليلة الخميس المقبل بالمملكة المغربية وأكد رئيس مصلحة التواصل بالمدير العام للأرصد الجوية أنه سيتم تشجيل هبوب ريح قوية بالأقاليم الجنوبية بحيث ستكون مصحوبة بتناثر حبات الغبار وتتوقع المدير العام للأرصد الجوية بالنسبة ليومي غدنا الأربعاء أن تكون الأجواء باردة نسبيا خلال الليل والصباح فوق كل من مرتفعة الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وستكون درجة الحرارة خلال النهار مرتفعة نسبيا بكل من الأقاليم الجنوبية والمناطق الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية فضلا عن تشكل سحب خفضة وكتل ضبابية فوق كل من غرب الواجهة المتوسطية والسهولة المحيط الأطلسي والأقاليم الجنوبية معه بوب ريح قوية نوعا ما بالأقاليم السحروية مصحوبة بتناثر حبات من الغبار وتتتروح درجة الحرارة الدنيا ما بين 0.6 درجات بمرتفعة الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وما بين 11.17 درجة بسهول المحيط الأطلسي الوسطى ومنطقة سوس وأقصى الجنوب الشرقي البلاد والأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 6.12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة أما درجة الحرارة العليا فستكون في ارتفاع وسيكون البحر هادئا بالواشهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وما بين طنطان وبجدور وهائجا بباقي السواحل في وقت بدأ فيه بعض ميهني البحر في الترويج لعاصفة بحرية قوية مرتقبة أوضحت المدرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة التجهيز والماء أن حالة البحر خلال الأيام المقبلة ستكون مستقرة نوعا ما خلافا لما تم تدولها وأكدت المدرية على لسان المكلف بالتواصل للحسين يعبد أنه من اليوم الثلاثة إلى غاية يوم الجمعة المقبل من المنتظر أن تكون حالة البحر مستقرة إذ سيتروح علو الأمواج ما بين مترين ومترين ونصف المتر في حين سيصل علو هذه الأمواج خلال اليوم الجمعة إلى 3 و 4 أمطار وأضاف المصدر ذاته في تصريح لهيس بريس أن الارتفاع في علو أمواج البحر سيكون قويا خلال الفترة التي تلي يوم الجمعة إذ من المنتظر أن يتروح ما بين 4 و 6 أمطار تأتي هذه التوضيحات من الأرصاد الجوية بعد تدول بعض مهنية الصيد البحري منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي توفيد بتعرض المغرب خلال المقبل من الأيام لعصفة بحرية قوية قادمة من السواحل الغربية لكل من البرتغال وإسبانيا وفرنسا المنشورات ذاتها زعمت وصول علو أمواج البحر إلى 8 أمطار مع قوة رياح تفوق 8 درجات على مقياس بوفورت بداية من يوم الأربعة ما سأن إلى غاية يوم الثلاثة القادمة الأمر الذي يستوجب الحيطة والحذر في ظل انتشار تحذيرت بعض مهني الصيد البحري حول عاصفة بحرية قوية مرتقبة أوضحت المدرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب أن حالة البحر خلال الأيام القادمة ستكون مستقرة إلى حد ما متناقضة بذلك مع بعض التوقعات وأوضح المكلف بالتواصل في المدرية الحسين يعبد أنه من الثلاثاء حتى الجمعة المقبلة يتوقع أن تكون الحالة البحر مستقرة حيث سيكون ارتفاع الأمواج بين مترين ومترين ونصف المتر ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج في يوم الجمعة إلى 3 وأربعة أمتار فيما أشار المصدر إلى أن ارتفاع الأمواج سيكون قويا في الفترة بعد يوم الجمعة حيث من المتوقع أن يتروح بين 4 و 6 أمتار وتأتي هذه التوضيحات لتهدئة المخاوف التي أثيرت بشأن عاصفة بحرية وتسلط الضوء على التوقعات الرسمية لحالة البحر في المملكة